من اين اتوا هل لديهم الحق في هذه الارض ام لم يكن لهم حق فيها خلال الحلقة دي من اين اتوا جم النيل وهل لديهم حق في الارض دي ولا ملهمش حق فيها ولا كما وعدهم الله انهم هيكونوا مشتتين في الارض تعالوا نعرف القصة من البداية جات ازاي وازاي خلفوا عهود ربنا وكذبوا الانبياء فوعدهم الله ان يظلوا مشتتين في الارض يلا بينا نعرف من اين اتوا من البداية لازم نعرف ان هم من نسل اخوات سيدنا يوسف عليه السلام لما سيدنا يوسف جاء على مصر وبقى ربنا حكموا على خزائن الارض في مصر جابهم لمصر ابتدوا يتعاملوا مع المصريين معاملة العبيد او معاملة ان هم من الجنس السامي هم من نسل الانبياء فما ينفعش ان هم يتعاملوا زي العامة فالشعب المصري نبزهم وفي الحكم في الفترة دي طبعا وبعد ما مرت السنين وهم ابتدوا يبقى ليهم ارض خاصة بيهم المصريين نبزوهم ومن قطر ما كانت معاملتهم معاملة غير سوية للمصريين اصحاب الارض الاساسية تمام فرعون ما عجبوش الكلام دوت وابتدى ان هو يغور عليهم علشان يخرجهم بر ارض مصر ابتدى يعملهم معاملة سيئة جدا فكان بيقتل الرجال ويستبيح النساء والاطفال بالنسباله كانوا عبيد الى ان بعث الله فيهم نبي الله موسى وهو نبي منهم فجالهم بالرسالة وابتدى ان هو يروح لفرعون ويقول له يقنعه فيما معناه يعني اللي هو الدين بتاع ربنا وا 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 الى ان فرعون دماد في جبروته فربنا امر نبي الله موسى ان هو اخذ القوم بتاعك ويذهبوا الى الارض المقدسة وطبعا كانت اول معجزة يشوفها اليهود ان البحر ينشأ علشان يعدي هو وقومه الى الارض المقدسة ويا يتقفل البحر على فرعون وجنوده معجزة ربانية قدامهم وهم في الطريق قالوا له يا موسى مين ربك اللي بيعمل الحاجات دي كلها في طريقهم للارض المقدسة لقوا ناس بتاع بطبقرة قالوا يا موسى فخلي ربك بقى ينزل لنا كده ويكلمنا عايزين اله يبقى قدامنا ومش هنقمن بيه غير لما نشوفه بعينينا يا الله استغفر والله العظيم فسيدنا موسى عليه السلام ذهب لكي يناجي ربه رجع لقاهم عاملين بقرة ذهب وعملين يعبدوها فكذبوه تمام ينزل لنا مائدة يأكلنا وشربها فربنا نزل عليهم المان والسلوى يقولوا واشربوا وعيشوا حياتكم عمالي دي ومعجزات لكي يأمنوا فقط لغير برضو بش عاجب طيب هنخش الارض المقدسة محتاجة وكانتها حاكم طاغي قالوا له اذهب انت وربك فقاتله لا اله الا الله وراح فعليا موسى الى ان كذبوه لن نعبده الا ان نراه عيانا نشوفنا بقى نشوف ربنا دول فربنا امتهم ثم احياهم علشان يقولهم ربنا موجود في منهم اللي تراجعوا فربنا حاب يشوفهم هل هم قد العهد ولا لأ قالوا مصطادوا في اي يوم عادة يوم السبت ما عجبهمش الكلام لا احنا هنصطاد وهنصطاد وهنخالف التعليمات دي اما مصطادين يوم السبت فلعناهم والله الله يعني فقلبهم كرة ده ومنهم اللي امنوا وكملوا لكن الحكاية خلصت على كده ما خلصتش على كده امر ربنا بان هم يتشتتوا في الارض اربعين سنة فظلوا تأهين اربعين سنة الى ان تجمعوا وابتدوا ان هم يتوجهوا ويفتحوا بيت المجلس وهنا ادروا فعلا ان هم يفتحوها ويخشوا بيت المجلس لكن علشان هم بيتعالوا حتى على نفسهم وعشان كده لقينهم احنا كذا طائفة تمام انقسموا لطائفاتين دولة السامريين ودولة يهوزة دولة يهوزة اللي هي اطلق عليها دولة اسرائيل واللي كما قرها بيت المقدس والسامريين واللي هي تكونت في نابلس تمام يعملوا ايه بقى دولة يهوزة بقى تمام قال لك لا احنا بيش هنروح للقبلة بتاقي بيت المقدس دي احنا في جبل هنعبوده هو دوت قبلتنا فاطلقوا عليهم اليهود المرتدين او الكفار لان حتى كان في منهم بيعبودوا الاصنام علشان التقبر بتاعهم بيش قبلهم ان هما تكون قبلتهم بيت المقدس واستمر حكم الدولتين دوت الى ان جاء عليهم الغزوات ودخل عليهم الفرس والبابليين وطبعا بابل كان من الدولة الدول القوية جدا اللي اخذ اتباع كبير جدا مع اليهود وكان ما بينهم معهدات وكان ما بينهم عيشة الى ان حاكم بابل كان في غزوة رجع من الغزوة لقى اليهود ان هما منعينوا ان هو يخشوا ايمين بددوا بصورات لكن هو كان جيشه قوي فدخل عليهم اثارهم بالكامل ودوت اللي بيسموه بالسبي البابليين لانه سباهم كلهم سلسلهم وخلاهم يروحوا العراق ويخرجوا من فلسطين تخلص الحكاية وتخلص على كده تتولى العصور والحكام الى ان يأتي الحكم الروماني والاسكندر الاجبر يفتتح بلاد الشام وغزة والقدس ومصر والعراق ويخلي اليهود ان هما يرجعوا تاني للقدس رجعوا الققدس ابتدوا ينشروا الفكر السام بتاعهم فلما جه الحاكم الروماني ايه اللي حصل في الفترة دي بوعس سيدنا عيسى عليه السلام وان هو بتاعتهم كان بيقول سوف يبعث نبيهم منكم فلما لقوه ان هو بش منهم كذبوه وادعوا استغفر الله العظيم ان هو ابن زنا مع ان ربنا برضو بعتلهم رسالة وهو في المهد وكلمهم صبيا يا الله يا الله المعجزات اللي عملك جيلهم وهما لا عقل ولا منطق ولا تفتير لهذا ربنا لعنهم وعادهم بالتشتت وبش هيبقى ليهم ارض ايه اللي حصل تم القضاء عليهم واختخرجوا من غزة واتحكم عليهم ان هما يبقوا برة فلسطين بالكامل وبر بيت المقدس تمام سبحان الله والله وهدموا الهيكل المزعوم بتاعهم معدى الجدار الجنوبي واللي هو لحد دلوقتي بيدعى حقق المبكة ولينا كلام في النقطة دي بالذات هل هو حقق البرق الذي ربط فيه النبي صلى الله عليه وسلم الدب بتاعته في رحلة الاسراء والمعراج ولا هو حقق المبكة اللي اليهود بيدعوا ان دوت كان الهيكل المقدس بتاعهم والحد النهاردة بيزوروه علشان يبقوا على مفاتهم عملوا ايه في سيدنا عيسى عليه السلام قالوا قتلنا اين ربك فليدفع عنك بقى دلوقتي بيتحدوا الله بيتحدوا الله يعني استغفروا الله العظيم الى انبعث الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فلقوه برضو بش منهم ازاي احنا ما اه شمننا الانبية والرسل ده احنا الناس اللي احنا سميين كذبوه وقالوا عليه ساحر وقالوا عليه مجنون استغفروا الله يعني وقامت كذا غزوة وكذا حرب وكذا معحدة سلام نقضوها الى ان قام بغزوة خيبر 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 يا يهود جيشة محمد سوف يعود يا شمحمد باقي ان شاء الله يا رب العالمين واجلاهم من المدينة وتشردوا في الارض في كل البقاء الارض ما لهمش الوطن ولا لهم ارض الى ان جاء وعد بيلفورد ساة الف تسعمائة وسبعة ليجي لماذا جاء وعد بيلفورد هل بريطانيا كانت فعلا خايفة على اليهود ولا اليهود كانوا عاملين مشاكل كتير هقول لكم اليهود راحوا اسبانيا ارلندا روسيا فرنسا تشتتوا في دول كتير قاوة وابتدوا يعملوا تجمعات الصهيونية والجمعات الصهيونية من هنا ابتدت بقى في الحداثة يحكم محاكم التفتيش الاسبانية اللي قضت على معظم اليهود ثم محرقة الهولوكست هتلر المانيا ثم مجازر روسيا كانوا عاملين مشاكل كبيرة جدا في كل مكان بينزلوه وقضاهم بتخط فيه في الفترة دي كان شبك جزيرة العربية ومصر كانت قوة برضو لايه استهام بيها الغرب خافوا على نفسهم فقال لك لازم نوضع جسم غريب في هذه المنطقة طب مين اللي كان ممكن يبقى ليه لحق في الحتة ديت وازاي احنا نحطه ونلاقي اي مصمر جوحة جمع اليهود اللي عاملين لنا مشاكل دي ونقول لهم ارجعوا للوطن كل قديم خالص تمام ونوديكوا على القطس طب ده هما السنكة الأول في مصر وحبة كانوا في شبه جزيرة سينة وفي السعودية وفي العراق ما كانش ليهم وطن مش معنى القطس هي كانت الحتة المستضعفة الوحيدة خب وعد بيلفورد سنة الف تسعمائة وسبعة وعد اليهود ان هو هيبقى ليهم وطن قومي وهيتسمى اسرائيل الى ان جاءت سنة تمانية واربعين وادروا ان هما يقيموا فعلا الدولة الاسرائيلية السوديونية سنة تمانية واربعين الحكاية خلصت الحكاية ما خلصتش عشان وعد الله وحق احنا عرفنا من اين قاتوا دلوقتي تابع معايا وكمل معايا وشوف هل فعلا كان ليهم حق في الارض دي ولا هيا مش ارضهم هل الحكاية كده خلصت ولا لسه بها بقية النهاية بتاعتهم هتبقى شكلها ايه وكل دوت بالدلائل من اين قاتوا ومن اين سيذهبوا فوعد الله وحق علم ولدك التاريخ اعمل متابعة واعمل شير علشان احنا هنتكلم في الحلقة الجاية حرب 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 مجدو او حرب نهاية الزمان حرب مدون هنعرف اطرافها الاسلحة اللي هتبقى مستخدمة فيها مين العناصر هل اللي بيحصل دلوقتي دوت هو فعلا تمهيد لحرب نهاية الزمان او الحرب القبرى هي دي الحرب فعلا اللي بيتعدلها دلوقتي حالا على الساحة وتابعونا في الجزء التاني علشان نعرف حرب نهاية الزمان مين اطرافها وإيه اللي هيقوم فيها والاسلحة اللي هتبقى مستخدمة تابعوني واعلموا لدكم التاريخ العسالي